نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ وقفة احتجاجية تطالب بالعدالة المناخية والتركيز كذلك على القضية الرئيسية التي تجمع الشعوب في مؤتمر كوب تونتي سيفن وهي التعامل مع التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتداعيتها السلبية على الدول الإفريقية كما ركز المشاركون في الوقف على دور مصر الفاعل باعتبارها صوت إفريقيا في التواصل مع دول العالم من خلال المؤتمر لمساعدة دول القارة على مواجهة تغيرات المناخ تطبيق العدالة المناخية ده نقطة مهمة جدا والحقيقة طبعا زي ما قال فخامة رئيسة عدفة السيسي هي كمة خاصة بالتنفيذ فبالتالي الدول الكبرى عليها التزامات مهمة جدا لتحقيقها عشان كده احنا صوت لشعوب مصر وصوت خلف قلالة السياسية بالنادي بتطبيق العدالة المناخية وتنفذ الدول الكبرى التزاماتها بالتغيرات المناخية وتكون فعلا كمة ده هي خاصة بتنفيذ على الأرض الوقت احنا جايين نتكلم على قضية واحدة قضية سابتة هي العدالة المناخية المفروض تتحقق للقارة الأفريقية وإنهاء الأضرار اللي بنتعرض لها بأنا فترة احنا كتحالف كنا نهادة جايين نقول ان احنا هنا موجودين من أجل الجميع من مصر نهادة بتحتضن كوكب الأرض جميعا دول العالم كلها من أجل كوكب الأرض ككل من أجل البشرية والإنسانية عموما ومن أجل كل المخلوقات على كوكب الأرض من أجل الحفاظ على التغير المناخي من أجل حياة حياة صريحة للجميع حياة سليمة للجميع من أجل حياة مستدامة لكل الناس مش من أجل شخص واحد أو من أجل مجموعة من الأشخاص احنا على مدار فعاليات كوب 27 نظمنا العديد من الوقفات كنا دايما بنطالب بقضاية أساسية وهي العدالة المناخية الدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية متضررة بشكل كبير جدا من تغيرات المناخ ومصر السنة دي بزلت جهود كبيرة جدا عشان يتم ادراج التمويل للدول الفقيرة المتضررة من تغيرات المناخ دي وبالفعل تم إضافة ده للأجندة فاحنا موجودين هنا عشان نأكد على القضاية الأساسية وهي العدالة المناخية والضرر اللي بتتعورد له الدول دي لأن مصر مش بتمثل بس صوتها ومصر بتمثل صوت كل الدول الأفريقية